اسم الدرس حاجة النبات إلى الغذاء التغذية الموضوع حاجة النبات إلى الغذاء الهدف تبين حاجة النبات إلى الغذاء أولاً أبحث أغرس نباتات بذرة في القطن بذرة في تربة صالحة مصقية بذرة في تربة جافة أسجل على بطاقة المتابعة يوم غراستها يوم ظهور النبتة طولها بعد فترات مختلفة ملاحظات حول سقيها ونموها تحتفل تونس سنوياً بعيد الشجرة الإجابة بذرة في القطن بذرة في تربة صالحة مصقية بذرة في تربة جافة يوم غراستها نقوم بوضع البذرة في القطن ونحرص على غمرها بقليل من الماء حتى لا تصاب البذور بالتعفون توضع البذور في مكان بعيد عن الشمس ويراعى تبليل القطن بشكل مستمر وعدم الإكثار من المياه خوفاً من التعفون نضع البذرة داخل التربة ونعرضها لأشعة الشمس تربة جافة بعد مرور ثمانية أيام تبدأ البذور في الإنبات حيث نجد البذور بدأت تتشقق ليخرج منها جزء بارز وهو الجذير نقوم بنقل الأوعية إلى أماكن مشمسة حتى يستطيع النبات استكمال نموه بعد مرور عدة أيام تنمو الجذور داخل التربة وذلك نلاحظه بحدوث شق صغير يظهر على سطح التربة أين توجد البذرة ليبرز الصاق فيما بعد وينبصق عدم ظهور النبتة طولها بعد فترات مختلفة نعرض النبتة لأشعة الشمس وبعد مرور الأسبوع الأول تنمو لها الصاق وتطول تدريجياً لتبدأ السقان في الظهور بشكل واضح مع الأوراق في الأسبوع الثاني تنمو الصاق تدريجياً وتطول بمرور الأيام ليخرج في النهاية أوراق وزهور ملاحظات حول سقيها ونموها سقيها باستمرار والحرص على إبقاء التربة تنمو النبتة تدريجياً لتتحول من بذرة اليوم الأول إلى جذور بعد مرور ثمانية أيام من ثم إلى صاق فأوراق الأسبوع الثاني نقوم بسقي البذرة كل يوم فتنمو الجذور داخل التربة بعد أن تمطص الماء والأملاح المعدنية وبعدها سنلاحظ خروج الصاق من التربة وبعد مرور عدة أيام تنمو لتخرج الأوراق ثانياً الإشكالية لاحظ البذور التي زرعتها لماذا ظهرت نباتات ولم تظهر أخرى؟ ثالثاً أعبر أذكر الأسباب الإجابة يمكن تفسير أسباب نمو نباتات وعدم ظهور أخرى بأن النباتات حتى تنمو بحاجة لتوفر عدد من الشروط كي تنجح الزراعة وتنمو وهي البذور تربة خصبة صالحة للزراعة السقي بكمية كافية من الماء في أوقات معينة في اليوم حتى تستفيد منها أكبر استفادة والحيلولة دون تبخرها كوقت الصباح الباكر ووقت غياب الشمس تعريض النبات لأشعة الشمس حتى تتمكن النبتة من صنع مادة الكلوروفيل الخضراء التي تتطلب وجود أشعة الشمس ترجمة نانسي قنقر